آخر فقرات هذه الأمس يا مشاهدين يا كرام مع مراكز الأطفال تحت شعار المسرح يقرأ أيضا وتزامنا مع عام القراءة تنطلق يوم السبت المقبل بإذن الله فعاليات المهرجان الوطني لمسرح الطفل في نسخته الثالثة والذي تنظمه مراكز أطفال الشرقة للحديث أكثر عن هذا المهرجان معنا اليوم الأستاذ محمود أبو العباس مشرف عام النشاط المسرحي في إدارة مراكز الأطفال فأهلا وسهلا بك أستاذ حياك الله أهلا ومرحبا شكرا جزيلا المسرح يقرأ أيضا الجميع يقرأ هذه السنة ما شاء الله وإن شاء الله على طول يكون هناك حالة استدامة في القراءة حدثنا عن هذا الشعار وعن هذه الفعالية هو كما سلفتم في المقدمة أنه جاء تزامنا مع عام القراءة الذي اختطته دولة الإمارات العربية المتحدة فكان لابد لمراكز الأطفال التي تتمتع بخطط استراتيجية متقدمة في محاولة نقل تفكير الطفل من التلقين إلى التعبير الحر في أن يكون أيضا القراءة ليس هي فرضا على الطفل بقدر ما هي تأتي طوعا ومن رغبته الخاصة لذلك نحن في مراكز أطفال الشارقة عدد المراكز كما هو معروف 14 مركزا عدى مركز واحد متخصص بالفنون التشكيلية الثلاث عشر مركز قاموا الأطفال بقراءة مجموعة من القصص الموجودة في المكتبات باختيار طوعي طبعا وبعد القراءة قرروا انتخاب واحدة من هذه القصص نحن نسبق كل هذه التجربة بمجموعة من الورش التي تفعل الجانب الأدائي وتفعل جانب التعبير الحر عند الطفل فلذلك يقوم الطفل بعد قراءة هذا النص بإعداده إلى نص مسرحي وهناك ورشة خاصة هو من يؤد هذا النص الذي قرأه مسرحيا طبعا لأنه نحن الآن في الدورة السادسة تقريبا السنة السادسة نعطيهم ورشة اسمها المؤلف المسرحي الصغير وهي عمليا تحويل من جنس إلى جنس أدبي آخر يعني من القصة إلى المسرحية والأطفال طبعا يقومون بهذا بمساعدة المنشطين وبمساعدة المشرف العام من نشاط المسرح بعد ذلك يوزعون الأدوار بكيفية هم يرتقونها ثم يبدأون بالتدريبات يقترحون الفضاء الذي يجسدون في هذه المسرحية بعد ذلك تقدم المسرحية ويكون هناك يعني باب للتعبير الحر لمعرفة الآخر تقبل آخر فتعقد حلقات نقاش بين الأطفال وبين المتفرجين وهذا حدث في معرض الكتاب الأخير معرض الشارقة الدولي للكتاب حيث قدمنا ست عروض مسرحية في خمسة أيام وكان هناك تجاوب كبير بين العوائل بين أولياء الأمور وبين الأطفال وأطفال مراكز أطفال الشارقة ما شاء الله نحن نعرض جانب حقيقة من هذه العروض عن هواء مباشرة هذا في معرض الشارقة الدولية هذا في معرض الشارقة حتى الأغاني بعض الأغاني هي تأتي من ترديدات الأطفال أنفسهم يعني نعطيهم فرصة أنهم يرددون الكلمات بالطريقة التي يرتقونها ثم يأتي منشط الموسيقى على تنظيم هذه تطلقون لخيالهم العنان ضروري جدا فيسرحون بخيالهم في هذا المسرح بالضبط الله والطفل يعني عبارة عن ذخيرة من الخيال الخصب حقيقة بالتأكيد لأنه هناك مفهوم خاطئ أنه على الذي يعمل في مسرح الطفل عليه أن ينزل إلى مستوى الطفل وهناك تصحيح بسيط ولا بد أن يرتقي إلى عقل الطفل لأن الطفل خيال كبير وواسع هناك كثير من الأسئلة يعجز الإنسان كبير عن ردها في حالة ما إذا الطفل قدمها حتى من خلال المسرح أو حتى من خلال الحياة اليومية التقديدية أستاذ كل الفئات العمرية مستهدفة في هكذا مهرجان أما فقط 13 سنة فيما فوق نحن نركز على الأعمار من 8 إلى 12 عاما يعني هو المهرجان اسمه مهرجان الوطني لمسرح الطفل تحت 13 سنة يعني أعمارهم تحت وهذا طبعا تشمل فيه شريحة الأطفال فقط هم الذين يقدمون أعمالهم بمساعدة منشطين طبعا في الفنون المسرحية والتشكيلية والموسيقية وحتى نشاط الثقافة الذي يعني له دور فاعل في عملية تنشيط هذا الجانب عند الطفل هل هكذا مهرجان يعني يعد يعني يكون في مدة محدودة أم هو ممتد حتى وإن كان يعني غير معلن عنه هو في الحقيقة نحن في الدورة الثالثة الدورة الأولى كانت في 2011 الدورة الثانية 2013 وهذه الدورة هي الثالثة هذا الاسلوب يعني اسلوب التقطيع هو إعادة يعني إعادة تنظيم للمهرجان حتى نكتشف صيغ جديدة في عملية التعاطي مع الطفل ومحاولة خلق أجواء جديدة من خلال استثارة الطفل الوصول به إلى محطات ربما صعب على الكبير أن يفعلها كما فعلنا في المسرح التفاعلي الذي يعتمد على قائد في العرض هو الذي يحرك الجمهور يعني يقرأ قصة أو يتحدث عن قصة ويحاول استنهاض الجمهور المشاركة في الحدث حتى في مجال الموندراما عدنا أطفال شاركوا وعدنا واحد من الأطفال شارك في مهرجان الدولة المسرح الطفل في تونس وفاز بجائزة أفضل ممثل قدمت على المسرح مع مجموعة من العروض المسرحية من العالم من عندنا من الإمارات من الإمارات واسمه عمر المغني هو الآن شاب الله يحفظه ومحمد عمر آخر معه كان يتناوبون على الدور قدمناه هنا وقدمناه في أكثر من مدينة في تونس وقدمناه أيضا على مسرح العرائس الموجود في العاصمة تونس تونسية هل حضرتك طبعا نخرج معروف وأيضا نديك ما شاء الله خبرة في مجال التفاعل المسرحي تحديدا هل حضرتك لمست أنه هناك صدق مشاعر بين الطفل وبين المسرح مثل ما نحن لدينا تلك المشاعر الصادقة هل لمست أنه هذا الجيل إن شاء الله سوف ينشأ على حب المسرح كما نشأنا نحن سابقنا لأنه في جيل في النص هناك طبعا بالحقيقة قضية جدا مهمة يعني بعض المسرحيين يتطيرون من أنه كيف يمثل الطفل إلى الطفل وهذا مفهوم ربما يعني فيه جانب من التصويب يجب تصويبه لأنه في العالم يعني في التجربة العالمية هناك مسارح بالعالم في المدارس مثلا أو في المسارح الطفل التي تعتني بهذه الفئات العمرية الصغيرة أن يعملون تلخيص إلى مثلا مسرحيات شكسبير ويقوم الأطفال بتقديمه أعتقد أنه الطفل هو أكثر صدقا من الكبير في التعبير لأنه تعبير تلقائي غير محجم إذا ما حاولنا أنه نعطيه حرية التفكير ولكن إذا حاولنا أن نجعل من المسرح فضاء للتلقين سنعمل على عزل الطفل عمليا عن الإبداع ونحن يجب أن نعمل باستمرار على أن يلحق هذا الطفل بعجلة الإبداع باستمرار أنا حسيت أنه من خلال تجربة العمل في مراكز الأطفال منذ العام 2005 ولحد الآن أنه التجارب الكبيرة كان هناك مجموعة مسرحيات نقدمها سنويا يعني قدمنا عروض وشرفنا بحضور سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسم الله يحفظها اللي هي الدعم الأساسي إلى هذه التجربة تجربة المسرح كذلك الوالد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي هو بالأصل مسرحي يعني شرفنا في حضور واحد من العروض بعنوان عكاب الصغير وقدمنا هذه المسرحية للتعريف بسوق عكاب ولكن سكان هذا السوق هم من الأطفال من جميع الفئات من شعراء المعلقات إلى النسابة إلى الخطباء إلى حتى القضاة حتى بعض القصص التي يقوم بها عملية الفصل بين العداوات في ذلك الوقت جاءت عن طريق الأطفال وجسدها الأطفال وكانت مبنية على خمسمائة متر مربع في سوق متكامل مبني بناء بشكل حرفي وتقني عالي كان الجمهور يجلس على المسرح ويجلس بين هذه الذكاكين وكان العرض بمستوى رائع جدا نال الاستحسان صاحب السمو الله يحفظه والاستحسان أيضا للمشاهدين والأطفال بشكل خاص لأنه من الصعب الآن أن تحدثين عن فترة ماضية للأطفال في ظل هذه الثورة التكنولوجية الهائلة يعني نحن لا بد أن أيضا نضع الطفل أو نضع أمام نظرة خلفية ومهمة وهي التراث يعني الفولوكلور التراث التاريخ يجب أن يتعرف عليه أيضا لأن هذا جزواد للمستقبل يعني أن يعرف الإنسان من هو ولمن يرجع وكيف يمكن أن يكون بالمستقبل يجب أن يكون له معرفة كاملة بتفاصيل كثيرة يحتاجها في المستقبل وهذا لا شك تطلب من الطفل القراءة والإلمام والمواظبة على استقاء المعرفة من مناهلها المختلفة أليس كذلك؟ بالضبط يعني يجب أن يكون هناك دافع أيضا لأنه المسرح هو بأبسط تعريف إلى المسرحية كأدب هي الأدب الوحيد الذي يعني يجب أن يجسد لذلك يطلقون عليه الأدب هذا الأدب بالذات أدب يمشي لأنه الوحيد الذي يتحرك يعني لا يكتسب شرعيته إلا من خلال التجسيد يعني أنت مثلا الرواية تقرأينها الشعر تقرأينها القصة تقرأينها القصة القصيرة لكنه المسرح يجب أن يجسد يعني الرواية تكتب يعني سيناريو فيما بعد قالوا أنه يعني دخل في تجنيس الأدب ولكن ما زالت دراسات وبحوث عنه لكن في مجال الطفل أنا أعتقد أنه الدراسات قليلة شحيحة في عملية تعاطي الطفل مع التجربة العالمية هناك استسهال لعمل المسرح الطفل بينما هو من أعقد وأصعب ضروب الفنونة ما الذي تقصده بالاستسهال؟ استسهال للبعض يعتقد أنه مسرح الطفل بالإمكان أن تقدم أي شيء له لأنه الآن عقل الطفل ليس عقلا بسيطا الآن يتعامل مع أكثر التكنولوجيا تعقيدا من خلال الأجهزة التي بين يديه متناول يعني اللي يتناولها بين يديه متاحة تجدين على سبيل المثال أنه هو الآن يدخل على مواقع ربما هذه المواقع تشحن ذاكرته بالعنف وتشحن ذاكرته بالكثير من السلبيات نحن في المسرح نوفر له جهدين الجهد الأول هو أنه نجد له وعاء اجتماعي يكون متقارب مشارك في الوعي الجمعي للأطفال يعني لأن الطفل حينما يشعر بوجود الآخر معه يشعر بانتماء أكثر إلى المكان وإلى ما يعرض أمامه هذا الجهد الثاني أنه لا بد من أن يكون المسرح دافع للقراءة للأطفال لأنه لا نجد الأطفال يقرؤون مسرحيات وليست هناك مسرحيات صغيرة تكتب يعني نشاهد قصص ترسم لكنه عدد المسرحيات التي تطبع خاصة الملخصة تكون جدا شحيحة وقليلة لذلك أنا أقول أنه بعض الفنانين يقول أنه يعني من السهولة بمكان أي أحد يمكن أن يشتغل بمسرح الطفل بينما هو يحتاج إلى ارتقاء معرفي عالي حتى يستطيع أن يلحق بخيال الطفل المنفتح والاختزالي حقيقة سعودنا بوجودك الأستاذ محمود أبو العباس مشرف عام النشاط المسرحي في إدارة مراكز الأطفال في الشارقة شكرا جزيلا لك واستمتعنا بحضورك معنا الله يحالي شكرا جزيلا لك 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 شكرا